نرجع لموضوعنا وأسئلتنا أحياناً بنشوف هل التمييز ده يعني كنا قبل المداخل سيدنا بنتكلم عن التمييز إزاي ميز بين الشر وشبه الشر هل التمييز ده فضيلة أنا محتاج أن أنا أشتغل على نفسي علشان أقدر أكتسب الفضيلة دي ولا هي بتبقى نعمة من عد ربنا يعني قبل ما جاوب بس أقول تعليق على القصة اللي أنا قلتها بسرعة كده المدارس ده اللي هو قاله يا ابني أنا معرفكش أو معرفتي منتل خدت الساعة لإني كنت مغمض عيني المدارس ده كان ممكن لهو إيه أهل الحرامي أهو محتاج يغلطه لكن هو كان قدام آية كنت عرياناً فكسوتموني هو قدام ولد اتعرّه اتعرّه من كرامته بسبب غلطة هو غلطة فإما يكشفه ويقول للناس ويترفد ومحدش هيغلطه لإما يعمل العمل اللي هو ملهم بالروح القدس إنه هو يرجع ساعة وفي نفس الوقت يسطر ويكسي العريان هنا بقى شبه الشر هو ما قربش منه بسبب إيه؟ إن ربنا مديله حكمة الحكمة هنا بتيجي منين؟ بتيجي من اللقاء الدائم مع ربنا واللقاء زي ما بدأنا اللقاء العميق إن الواحد يقف مع ربنا ودي صدقين إلينا كلنا يقف مع ربنا لازم يخل منه حاجة ربنا كريم جدا ومفرح جدا وعطاء جدا واسع الرحمة جدا فلي بيقف يطلب منه بيديله لو أنا ناقصني حكمة قولي يا رب أنا معلش يديني شوية حكمة أعرف أتعامل مع الناس لو أنا بضعف قدام أي حد بيقول لي لا نعمل كده بروح معايا يا رب يديني نعمة إن أنا أبقى متمسك بالوصية ومتمسك بك وأحبك فدرد أنا على السؤال حضرية جيت تمييز بييجي منين بييجي من معاشرة ربنا وتبقى عشرة حقيقية فعلى طول ربنا بيجي يعني فضيلة محتاج أن أنا أجاهد علشان أكتسب الفضيلة دي طبعا لأن ربنا نقوله أيها النور الحقيقي إحنا محتاجين يا رب تشرق علينا بنورك جوانا في مناطق كتير مش حلوة ومظلمة اشرق يا رب علينا وورينا يا رب وعرفنا يا رب اللي إحنا مش عارفينه أنا سكة يا رب نمشي فيها إرشدنا ربنا كريم وأب إحناين اسأله طاعته مش كده دي آية مشمولة بوعد اسأله طاعته أطلبه تجده فكل ما الإنسان يطلب بحسب مشيئة ربنا ربنا هيددي له الإفراز والتمييز والحكمة والاستنارة كونتها ربنا ويعمل إيه غير بالدينة نروح لحاجة مهمة قوي ويمكن معظم الستات الحقيقة بتعملها الفطفضة بقى وكلام ونعود مع بعض ونعود نحكي كتير ونعود بالساعات في التليفون وكده وإحنا تحت مسمى فطفضة لكن لو بصينا يمكن إحنا وإحنا بنتكلم إحنا شايفينا فطفضة لكن لو حد سمعنا ممكن يشوفها نميمة هل النميمة في حد ذاتها تعتبر شيء بشر؟ هي النميمة الاسم المنمق للإدانة يعني اسم كده بنقوله عشان ما نقلش كلمة إدانة وأخشى أن ده يكون برضه بإرشاد من عدو الخير ما كلمة إدانة ربنا ما بحبهاش فخلينا نقول الفطفضة طبعا أقول لحضرتك حاجة بشكل عام كده أنا هقولها على مسؤوليتي أكتر خطيئة ربنا ما بيحبهاش هالإدانة طبعا ليه؟ لأنه هو الديان العادل هو الديان العادل إذا كان وإحنا كلنا ربنا يعلم كل واحد فينا مرة سيدنا البابا شنودة ربنا نحن نفسه قال لو ربنا كشف لنا كده مثلا لمدة 24 ساعة احنا بنعمل إيه قدام الناس نعمل إيه مش هنستحمل نفسنا محدش يتحمل يا أرض انشأي وبلعينا بالزبط كده يعني إذا كان الديان العادل لا يدن وعمال يقول يا أولاد أنا مش بدنكم أنا يعني كل حاجة أنا بغفرها خطيئكم ألقيها إلى بحر النسيان لا أعود أذكرها بعد تعالوا توبوا وإحنا بنعمل كتير كتير وبنفكر لو ربنا كشف الأفكار دي نروح فين فإذا كان وإحنا كده وربنا ساتر علينا ومش رضي يده ليه بن دين غيرنا ليه ما كلنا وعين تحت الضغط كلنا وعين تحت الخطيئة كلنا يعني في الموازين إلى فوق ما حدش فينا يعني تقيل ولا يقدر على حاجة وحتى اللي ما بيعملش خطيئة أقول لك سر كده في الاعتراف في خطيئة إيلة أكتر من واحد لما وقعوا فيها قالوا لي إيه صدقيني أمام الله قالوا لي إيه قالوا لي يا بونا إحنا وقعنا في الخطيئة دي لأننا أدنى غيرنا كنا فاكرين أن إحنا أقوياء علشان كده شوف المسيح قال كده بالكيلة اللذي بيهتو كيلون يكون لكم ويزاد صحيح وبرضو بالدينونة اللي إحنا بندين بيها أنا شفتها بقى قدام عيني والناس اعترفوا بيها فبلاش وبعدين أكتر مكان يعني يعني بتبقى فيه خطيئة الإدانة موجودة قوي البيت دي لأن الناس ببعدين في أمان زوجه زوجته أخه وأخته يعني إيه الدنيا أمان ما حدش أكشفهم فكأن بقى ده المجال اللي هو خصب قوي لأننا ندين الناس أرجوكم 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 ابعدوا عن الإدانة ترجمة نانسي قنقر